الزمالك الزمالك الناس قالت يا عمي مباراة بسيطة يا سيدي مباراة سهلة يا محترم ده اتحاد المنستري يعني مش الشباب ولا النصر اللي هيلعبهم الزمالك بعد كده انتم مكبرين الموضوع ليه الزمالك عمل وعمل وعمل ليه اه عمل وعمل وعمل وفيه ليه فيه اجابة ليه ايه هي بقى الاجابة بتاعت ليه ان الزمالك في مباريات اسهل من ديه في الدور المصري كان بيعمل نتائج سيئة هزا ان الزمالك وهو مسافر ومش عامل تدعماته على صفقات جديدة ما يقولش انه هيعمل حاجة كبيرة في البطولة في اي مباراة ولو على الورق اتحاد المنستري بحكم التاريخ هو اضعف فرق هذه المجموعة فبرضه على مستوى ما قدمه نادي الزمالك هذا الموسم ما يخليهش فرقة قوية جدا في هذه المجموعة بس الزمالك ظهر بقى بوجهه الحقيقي انا نادي الزمالك انا التاريخ انا الاسم الكبير لما شارك في بطولة عربية بطولة كبيرة زي دي لأ هظهر بشكل كويس شفت جدية من كل اللاعبين شفت روح عالية شفت اسرار على تسجيل هدف والتاني والتالت والرابع ولأ الخامس والسادس والسابع الزمالك ضايع كتير في هذه المباراة عجبني الجدية عجبتني الروح سيبك من النتيجة سيبك من النتيجة كده كده طبيعي ان الزمالك يكسب بس فيه تفاصيل كده تقولك ايه لا الزمالك داخل البطولة دي بشكل محترم عفوا وبناء عليه الزمالك عنده مواجهة امام الشباب السعودي يوم لاثنين نأمل ان شاء الله انه يحقق فيها الفوز عشان لما يلاعب النصر في اخر المباراة تبقى مباراة تبدو اكا انها فقط لتحديد المركز الاول والثاني فانا مش الان على الزمالك في هذه البطولة متصور انه هيامل نتيجة كويسة قدام الشباب متصور كمان انه هيامل نتيجة كويسة قدام النصر تقول النصر النصر يا كريم كريستيانو بروزيفيتش بقى والاسماء الوتيليسكا والاسماء الحلوة دي كلها هقولك فوق راسي بس الزمالك برضو عنده اسماء كبيرة هتقول لي اسماء كبيرة اه عنده اسماء كبيرة عنده زيزو عنده فتوح عنده الشكبالة اللي شاكله داخل البطولة دي فايق جدا عنده سيف الدين الجزيري عنده الزمالك عنده عناصر كويسة ابني عليها اه فيه نقص كبير جدا على مستوى القائمة بشكل عام وده بنقوله من اول الموسم بس الزمالك كويس ان شاء الله يعني بإذن الله يشرفنا في هذه البطولة وهفضل اقول وهكرر اسوريو مدرب كويس ومدرب كبير سيبك من اللي حصل في المباراة الاهلي بس على مستوى النتائج في الدوري هذا الموسم الراجل بيشتغل شغل كويس قوي قوي تحس انه عنده حاجة حاجة حلوة حاجة كبيرة لو اسوريو يكمل مع الزمالك الموسم اللي جاي مع تدعمات محترمة الزمالك هالأمور هتفرق معا جدا ترجمة نانسي قنقر